مقرر الكيميا العضوية Organic Chemistry احنا ما زلنا في شبطر الخامس وبنكمل تفاعلات البنزين هنتعرض لنوع مهم جدا من التفاعلات هو تفاعل فريدل كرافت وتفاعل فريدل كرافت في منه نوعين فريدل كرافت الكايلation والمقصود به إدخال مجموعة الكايل على البنزين وفريدل كرافت الكايلation المقصود به إدخال مجموعة الكايل على البنزين فريدل كرافت الكايلation دي طريقة علشان نحضر بيها الالكايل بنزين يعني بندخل مجموعة الكايل اللي بنرموز لها بالرمز R على حلقة البنزين التفاعل بيتم ازاي؟ بنفاعل البنزين مع البرومو ميسان على سبيل المثال في وجود لويس أسد كعامل حفاز وجوده مهم جدا ومن غير وجود التفاعل ده لا يمكن يتم علشان ندخل مجموعة الالكايل اللي هي CH3 على حلقة البنزين نستبدلها بزرة هيدروجين وتضاف مكانها مجموعة الالكايل الناتج بتاعي هيبقى C6H5CH3 اللي هو الطلوين والطلوين مركب لأهمية صناعية كبيرة النوع التاني من التفاعلات فريدل كرافت هو تفاعل فريدل كرافت أسايليشن والمقصود بفريدل كرافت أسايليشن ادخال مجموعة أسايلي اللي هي COR يبقى احنا في الالكايلشن دخلنا R فقط ولكن في الأسايليشن بندخل مجموعة C double bond O R التفاعل بيتم عن طريق تفاعل البنزين مع الأسايلي هالايد في وجود اللويس أسد كعامل حفاز علشان يديني الأرايل كيتون طيب نشوف أدي البنزين بيتفاعل مع الأسيطايل كولورايد علشان يديني الأسيتو في نون إدخال مجموعة CH3CO واستبدالها بزرة هيدروجين من البنزين